اللي جاي ده بقى مهم جدا مهم جدا ريكاردو السوارش المدير الفني للنادي الاهلي تكلم كتير مع لعبته النهاردة وقال لهم حاجات في منتهى الاهمية اول حاجة قال لهم ان انا عارف ان انتم مضغوطين بسبب ضغط المباريات الكبير الفترة اللي فاتت ومقدر جدا اللي انتم فيه كفريق بدنيا الامور بالنسبة له صعبة وعارف ان قدر الاهلي ان هو فريق بطل والمفروض يكسب على طول بس قال لهم مفاجأة قال لهم ان تحليل اداء الرقمي لبعض اللاعبين قليل ووحش جدا قال لهم نصا كده قليل ووحش جدا بس رفض انه يقول اسامي عشان كان الفريق كل واقف وقال انه هيتكلم مع كل لعب على حدا بس قال فيه لعبة كتير ارقامها سيئة جدا وقال ان الارقام دي مش المفروض تستمر والمفروض كل لعب عارف نفسه يتحسن الفترة اللي جاي واكيد هيتكلم مع كل لعب عن ارقام ارقامه دي ايه اشتبه حراركم فاهمين يعني لو جي مثلا لو جي مثلا يتكلم عن محمد هاني يقول لك والله محمد هاني عرضياته قليلة محمد هاني انا مش بكلم ان هو قال لك قال كده على محمد هاني بديك مثل لمحمد هاني انه الضغط بتاعه على المهاجبين ما كانش ضغط كبير انه معدلات الجارية بتاعته قليلة انه في التقطاع العكسية ما كانش موجود غير في واحدة او اتنين مثلا ممكن يقول كده على العليم علول ممكن يقول كده على الشناوي ممكن يقول كده على كلمة فؤاد على صلاح محسن فهي دي التحليل الرقمي اللي بيبقى مهم جدا لأي مدير فاني دلوقتي قال لهم كمان انه قصد انه الاهلي او قصد بكلامه ان الاهلي هيكون فريق مرعب ما كانش بيقولي الكلام ده وخلاص وقال لهم ان ده لازم يحصل الفترات اللي جاية بس ده هيحصل لما يبقى عندكم مجهود زيادة لما يكون عندكم التنفيذ جيد للتعليمات وقال لهم انه هو واصق فيهم لو عملوا كده هيبقى فعلا الاهلي فريق مرعب على جنب بقى اتكلم مع محمد الشناوي وقال له انه طبعا حارس كبير ويما كان سبب فوز ليه الفريق بالبطرات وانه متأكد انه هيرجع تاني بقوة ويكون سبب فوز الفريق في المباريات القادمة حلو الدعم المعنوي وحلو الدعم الجايد نادي الاهلي مركز الزهير الايصر كان عامل صداع لكل المدينة الفنيين كله يعتمد على العالي معلول ومش كتير او كل المدربين تقريبا مش مقتنعين اوه من محمود وحيد وده انه مش بياخد اي فرص الا نادرا يعني وحتى كريم فؤاد اللي جاي عشان يشغل الزهير الايصر والايمن هو بيلعب في المركز الزهير الايمن وبرضه مش بيعتمد عليه في كثير من المباريات طيب مين بقى اللي ممكن يخش الزهير الايصر فيه كلام كان على محمد حمدي زي الايصر لي بيرامدز مع نهاية تعقده والكلام دلوقتي على مين على كريم حافظ زي الايصر منتخم مصر اللي بيلعب فيه فريق ملطايا سبور التركي اللي خلاص عقده انتهى مع فريقه واصبح انتقاله لأي فريق ممكن يبقى انتقال مجاني تم ترشيح كريم حافظ على سوارش وقالوله اتفرج عليه اتفرج على سيديهاته اتفرج على مبارياته وحكم لو عجبك نتحرك ما عجبكش خلاص فكريم حافظ اصبح خيار قدام النادي الاهلي لضمه في الفترة القادمة ده بالنسبة لمركز الزهير الايصر فيه النادي الاهلي ودعمه في الفترة اللي جاية ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو